الموتى وعلى غربتنا فإنا قد بقينا في سجن ضيق وغم طويل وشد فارحمونا ولا تبخلوا علينا بالدعاء والصدقة لعل الله يرحمنا قبل أن تكونوا مثلنا قبل ما سرون مثلنا رحمونا فوح حسرتاه قد كنا قادرين مثل ما أنتم قادرون إحنا هم كنا مثلكم الآن تقدروا متسوي إحنا هم كنا نقدر ما سوينا يا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فإنكم ستعلمون غدا فإن الفضول التي في أيديكم كانت في أيدينا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فكنا لا ننفق في طاعة الله ومنعنا عن الحق فصار وبال علينا ومنفعة لغيرنا أعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة ثم ينادون ما أسرع ما تبكون على أنفسكم اليوم يحنبش على أنفسنا باشر أنتم تبكون على أنفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا رب العالمين لا يريد أن يعذبنا لأنه لا ينتفع بعذابنا إنما يريدنا للخير وإذا تحدث عن العذاب والعقاب والحساب فللوقاية ولكي يبين سنته في حياة الآخرة كما بيّن سنته في الحياة الدنيا وإلا ربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة